حضرنا لحضراتكم في هذا الشهر الكريم ملف خاص من قصص القرآن لكن مش القصص المشهور ولا القصص المعروف إنما القصص اللي ربما كتير مننا يقرأه ويستمع إليه كثيرا لكنه لا يعرف أن في هذه الآية قصة وأن في هذه الآية عبرة والنهاردة بنبدأ بأخطر قصة لحضرتك والحضرتك بجيب لك النهاردة قصة بريصيص العابد وركز معايا بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم لإن بريصيص العابد كان أعبد أهل زمانه كان لا يعرف إلا صائما قائما ركز في الكلام ده كويس أوي ومع ذلك ضاع بسبب أمرين مهمين الأمر الأول سوء الخاتمة والأمر الثاني مداخل الشيطان اللي إحنا ما بنحطهاش في الحسبان وعلشان كده سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دايما كان يسأل ربنا التثبيت وفكرك إن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل على ستنا السيدة عائشة ولأ حتة عيش كسرة خبز مرمية على الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم شلها وبعدين نفض الطراب اللي عليها وبعدين كلها وبعدين وجه الكلام لأمنا عائشة وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى فإنها خلى ما نفرت عن أهل بيت أو من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم يعني إيه الكلام ده يعني النعمة أيا كانت نعمة نعمة الهداية نعمة الطاعة نعمة الالتزام نعمة المال نعمة الرزق نعمة الصحبة الصالحة أي نعمة لو أنت مرأيتش ربنا فيها حتى لو نعمة الأمان اللي إحنا شايفينها في أوطننا حتى لو أي نعمة ممكن حضرتك شايفها من وجهة نظرك ملهاش لازمة وإحنا النهاردة كلنا فرحانين الله أكبر إن المساجد فتحت ليه فرحانين؟ لإن إحنا دقنا نعمة السلب وإغلاق المساجد في وجوهنا فأي نعمة مش هتحافظ عليها هتسلب وعشان كده ربنا حذر من الموضوع ده وبيل لنا خطرته في القرآن الكريم اسمع ربنا بيقول إيه وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كل مكان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ سلم يا رب سلم شفت الخطورة فين؟ بعد ما كانت آمنة مطمئنة يأتيها الرزق من كل حدب وصوب لما كفرت بنعم الله غير الله نعمه فأبدلهم بالشبع جوعا وأبدلهم بالأمن والأمان خوفا